أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمثل جلالة الملك للعمال الخارية وشوان الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخارية الملكية أشهد باهتمام جلالة عهد البلاد المفادة حفظه الله ورعا وحرصه بأن يحظى جميع الأيتام البحرينين بمستوى تعليمي ممتاز وتوفير كافة الخدمات ورعايات المتنوعة لهم بما يمكنهم من التحصيل العلمي والتفوق والحصول على حياة كريمة ومستقرة وبتوجيه جلالته لتيسير السبل التي تعين الأيتام على التفوق والنجاح في حياتهم ليكون لبنات صالحة معطاءة في المجتمع يساهمون فرقه وازدهارة وقال سموه في خطاب شكر وعرفان أرسله نيابة عن جميع منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة الحفل السنوي الذي نظمته المؤسسة الخيرية الملكية لتكريم الأيتام المتفوقين ولا شك بأن حصول أكثر من 450 طالبا وطالبة على درجات الامتياز والتفوق في جميع المراحل الدراسية له خير دليل وبرهان على الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يحظون بها من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسوف نعمل بإذن الله وفقا لتوجيهات جلالة الملك على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة متسلحين بالتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه بأنه يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على التفوق أبنائه وبناته ونيلهم أعلى الدرجات وما حصدوه من التفوق والنجاح الذي نفخر بهم جميعا والذي جاء بسبب اهتمام جلالته الدائم بجميع الأيتام البحرينيين ورعايته الأبوية لهم وحرصه بأن يحظى الجميع بحقهم في التعليم والحياة الكريمة سائلنا المولى عز وجل أن يبارك في جلالته ويسبغ عليه منفور الصحة والسعادة وطول العمر وأكد سموه بأننا وجميع الأيتام في مملكتنا الغالية وجميع منتسبي المؤسسة الخيرية الملكية نعاهد جلالتكم أمام المولى عز وجل بأن نظل على العهد باقون ونعاهد جلالتكم بالولاء الدائم وأن نكون جنودا لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نعمل تحت لوائه وأن نبذل الغالي والنفيس لرد الشكر والتحية لجلالته عبر مواصلة الجهد والاجتهاد لنيل النجاح والتفوق والتسلح بالعلم النافع والعمل من أجل المساهمة في رفعة الوطن الغالي وازدهاره والذي ينعم بقيادة جلالة الملك المفدى وبدعم حكومته بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومؤذرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما أشهد سموه خلال الخطاب بتعاون وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية مع المؤسسة الخيرية الملكية في الاهتمام بتعليم أبناء المؤسسة من باب الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها المؤسسة الأمر الذي ساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم للنجاح والتفوق تحقيقا لرؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لبناء مجتمع متكافل ودعم مسيرة العمل الخيري في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر